على الحلقة المتميزة وعلى هذا البرنامج اللي غادي يكون إن شاء الله في طيلة الفترة دي المشتركة المتخب الوطني في بطول العربية نتمنوا له التوفيق نتمنوا أنه هو اللي توجه باللاقب وأنه يمشي يعني أقل شيء أنه يكون فينا وبالنسبة لها المقابلة هذي اللي غا يبغي يتكلم عليها صراحةً يكون شوية الكلام عليها شوية صعيب لأنه كان يمزاف اللي كانوا تيش وقعوا من المنتخب الوطني أنه في الدخل دياله الأولاني غا تكون سيطارة والسيطارة مرتبطة بتسجيل أهداف كثيرة يعني أنه كان المنتخب فلسطيني أنه ما غا يدير تشير ياكسه تنفهموا واحد القادية بأنه وخاء يكون المنتخب الفلسطيني بأنه يعني فلسطيني بصيفة عملة تشاغل شنهائياً على اللاعبين ديالها والمنتخبات ديالها ولكن هما عارفين راسهم بأنه كان فوارق تقنية وكان واحد الإير تاريخي ما بين المنتخبين وعارفين بأنه المات يغي يمشي في تجاه واحد وبذلك يدخل عندك انتهي واحد المنتخب باش هو ما يتلقاش أهداف كثيرة ويتمنى أنه يخرج معك في تعادل ولما لا أنك تدير واحد خطأ واحد ولا جوجو يستجل فيه هدف أنا هذا الماتش هذا يذكرني شوية بالماتش اللي كان خسر فيه الويدد في الدمي فينال كونتر ذاك الفارق ديالجنوب إفريقيا الجنوب إفريقيا ما تعرفت شي حاجة نهائياً وفارق الويدد يعني خلق عدة فرص لهي كتيرة ولكن هو وجده كورة واحدة في الآلي يعني سابت الماتش تدخل عندك واحد المنتخب واحد العقلي لأنه غير لعب غير الفيزيك وحينت اللاعبين كانوا يحسوا براسهم بأنهم يعني تقنياً بأنهم أفضل منتخب فلسطيني فحتى المساوة يعني المساوة الدينية يعني المساوة الدينية ما كانوا يحسوا نهائياً بأنه توقف صحيح أو شي حاجة كنا نشوفها بساف وقعت الجبران وقعت الناهيري كانوا يتضربوا اللعابة وقعت البن الشرقية في الأول فكان واحد اندفاء بداني من المنتخب فلسطيني وأنه كان بغي شوي يخلع اللعابة وأنه يحافظ على النتيجة وعلى ما غير يتسجيوش لنهائيين أهداف وهذا شيء كان غير يتقتلوا يعني في الكناري ممكن أن الشرط الأول يساري بدون أهداف يعني كانت عندهم همادل استراتيجية وصعيب أنك في أول مارسة ديالك أنك تدخل مع واحد المنتخب اللي هو حاط في البال دياله أنه يتسجج لنهائيين هدف وأنه يلعب معك بقوة بدنية فهي شوية صعبة تعزيز أنه المنتخب الوطني تهوى داخل وعموتها تهوى داخل بالفكرة ديال أنه يكون واحد نسيجا ما بين اللاعبين وأنهم يحاولوا يحصلوا على النتيجة باش المستوى ديال ديالتيقة أنه يرتفع بساعتين كيف ما ذكرت انتايا بالليدية طاية كلهم ممكن تكلموا على 15-25 دقيقة اللولانية كان فيها واحد شوي ديال صناعة اللاعب غير وقع واحد اللي بتي بخو ملم أنا مش نقولك شنو اللي كان البركاوي هو لاعب جيد ولكن فهذاك البوست مشي هو البوست دياله ومشي لاعب ديال الصندوق ووذاب مع فارق الرائد تيستش الأهداف ولكن تلعب هو كيف ما قلت انتايا تلعب تسعود ما تلعبش تسعود وطريقة اللاعب ديال فارق الرائد تتبني على الأطراف وفاش يدخلوا هم القارة ترجعوا تديروا القورة ترجعوا ترجعوا الروتري هو تكون هو داخل جايه هو ملورو تيماركي هذا الأهداف ولكن باش يكون هو رأس الحربة ما عندوش ديال القدرة ديال لانه حتى هو لاعب سريع ولكن عالمه السوى البنية الجسمانية وانتا نكلموش تكلموش على مورثولوجي ولا الطاولة ما ماشيش الععب ديال الصندوق العام اللي غاديوقف الدهار دياله المدافعين او انه هو اللي غا يسبق القورة هو اللي هولاني يعني هذا الأمر ما معطيهش لي هو لاعب فرج لي اكثر من انه مش لعب براسه فعلي ما نجحش ما نجحش ما نجحش قائل في الاتحامات قائل قائل ديال قائل في الاتحامات ما يمكنش لانه هو لعب سريع تدريب لي مزيان هو ما الافضل انه يكون قدامه واحد الافانسونتر في حال ازارو ما مثلا ممكن ان يكون ازارو قدامه ويلعب هو من وراه غادي عون ازارو بزاف و ازارو غايعونه بزاف خاصة اذا كان اذا كان شي كومباكس كان شي فرق اللي هي يعني راجع الوراء وديره واحد البلوكبا غايل عبوه مزيان ولكن بش يحطوه وراء صحر ما كان هو صعب لكن لعب تاني هو قدامه واحد المساوي كان ممكن انه يقدمه والسول اللي هو افضل هو اللاعب الحداد لان اللاعب الحداد كيف ما احنا نعرفه في تاريخ ديال و ديال القورة صوى ما كان مع الحساني او ما مع الوداد كان دائما نشي العب في الطرف الايصر في البلاسة العفاء بن شرقي ما نشي العبش نهائين على الليمن باش نكونوا واضحين وكانت تكون عنده خطورة كبيرة كون العفل جالي العفاء بن شرقي تاني الشي كي يجبني حداد كي يجبني فليصر فليصر كي يخطي من العفرية جيدة كونه فليصر يعني هذا هو في حالة في حالة في حالة انتاع وقتين في حالة ما خليتش انه تسافد من اللي كان يتديوله هو اللاعب سريع تيجود الاختراق تيدريب لي بزيان تيقدر انه يدخل الكاري يجيبلك البنالتي ولا يماركيه ويدربها ديريكتما ولا تكدب باس ولا دي صندراج وفكتيني في هذه النقطة في هذه النقطة خياجة حسنة لقاطاتك حسنة لقاطاتك حسنة لقاطاتك والتموضع واللساني للحداد فأنا عندي واحدة مناحة بطريقة مثلا عموتا وضع الحداد وضعه ليم 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 بمعنى انك بحيتي هذا الحداد انه يبقى 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 ليم يعني في العودة التي تذهب ليم لذلك من التي تحاول أن تجد رجل لأنها هي نقطة القوة لذلك ما يفعل يمكنك أن تجد العمل أن يجب يجب أن تجد خدمة وإن ما يجب يجب أن يجب أن يجب يجب أن تجد أن تجد البركاوي لا لدي قوة في الاتحامات لا لدي قوة في ضيعة الفرقاء في جناح التي يمكن أن تجد أن تجد أن تجد تجد أن تجد أن تجد أن تجد أن تجد أن تجد أن تحياتي تنفق هذه نقطة تجد لأن تجد لأ تجد لأ تجد أن نعرف هذه تجد لعب لا لأن لا لا أدث تجد تجد حول أن تجد تجد أ و س تضربهم في الزاوية البعيدة او دوزين قوتو بالنسبة للغاردين اشوفوا الاهداف دياله كاملة تسجلها اللي كتكون في الطريق عديد كتكون عبارة عن تسديدات اللي هي مباشرة تكون في القوة تكون في القوة وتبعدها على الحارس وتيسجلها الحداد ما تضرب حتى بالاكستريير تضرب هو كواري اللي تحاول انه يختار زاوية الصعبة على الحارس ويحاول انه يضربه بالدفونسور وتسجلها وبذلك انت من حتى يتم تنتظر منه بانه الوقات اللي غي يحل لانجل دياله دياله وغير دياله فهو ما دالش في الكارير دياله كاملة يقدر يكون دالها مرة ولا يجوش ما سنتكرهاش ولكن ما دالش وبذلك كان فيطال بزاف كان حيوي بزاف كان يتحرك طلق واحد طلق باسك زوان ونين كان لعب مزيان مع الشيبي كانت حسوكين واحد تجانو يعني ماشي جانو انه يجب ان تجانو دوز كويلات دوز دياله وشيبي في ذلك الكارير ووحد كورا كان زوانا كان شدها ودار وطلقها للشيبي ما بيرجليه دياله فلسطيني وكان دسلو ما بيرجليه واجت لعند الشيبي دوز كويلة ووحد كويلة وكانت فينيسون كانت بديو كورا تجانو ما يحدث لديه تجانو اما كيتهز بكريه اما كيتهز مع الطلب اما كيتهز مع الكورا لأنه ليس من شيء تسعود هو من اللاعبين الذين يريد يريد أن يكون في رجلية القورة لأنها تكون في رجلية والقورة في رجلية تكون أداء أفضل بقية اللاعبين بقية اللاعبين شكرا معك نشيد باللاعب السعدان تبارك الله في المشكل المستوى ذي لهم زيان وكان واحد انسجام ما بينهما بينهم لأنه ليس من المشكل المستوى الشيبي كذلك لاعب لي وهو يتحرك بزاف وتدير الفارق بشكل كبير بالنسبة لحاليا ما تشوف طريقة اللي تلعب هو أيوب العملود ليس لعب لي هو خيب ولكن الشيبي الحركي عنده القدام بزاف وترجع تغياب تعرف أنه يكون في الجبهة الأمامية وكيف ما قلت لسوى لا يوجد طوش ديوله ولا يوجد صندراج ولا يوجد دريبل ولا حتى في الكونفران لاحتاجيتي يعني اللاعب متعددة كيف ما بتشغرة تقدر كيفما تكلمت انتهي في المقدمة تقدر أنك تديره صانيح اللاعب يعني عنده ديكل المساق ذاك الحس ديل أنه يعطي لعباس وأنه يختار ذاك التايمي ليس يعطي في لعباس ولا يتيري ولا يبروسي ولا يترفلك صراحة اللاعب لي هو مزيان مش فران تنتوع التافق معك 100% في النقطة اللي قلتي بأنه تحسن بزاف لأنه هو واحد اللاعب لي عزيزي يعني أنه وش دلابال ما كانش يش دلابال بزاف يعني كانت تيسر العمليات يعني دائما تعتني القواري تعتني الكارتي هم دائما تعتني اللاعب لي يفوت دائما يكونوا هك اللاعب لي يكون جيد من مينيفوت يكون عزيزي يش ديبال بزاف ولكن حسنا هو اللي يخدمون معه لأنه صعيب اللاعب لي تحديد لك الفيزيزي اللي يطلق البلال من دغيان مش سهل هذا ما كبير صراحة مزيان أنا عجبني طريقة الشلاسة بش يطلق البلال السرعة بشيء 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 فعلا فعلا ربما لم تحضر على ناهي ناهي دائما موت لأن ناهي سنتكلم عنه لأن ناهي سنتكلم عنه ناهي سنتكلم عنه ناهي كان ما نقولوش جيد جيد كان جيد بسبب واحدو أنه تتحسبيه في بعض المرات لأنه كان دار واحد دار واحد الباصط اللي هو مخاطئ دار بسبب أنه مش هو الباصد دير فشيء كورا إلي جيت انقوشي تعرف أنه كيف يدع لالاكو فيغتوه ويضور ويغير التهجة ويطلق الباص لأنه يتحرك كان تاخد كورا ويجي در مبادرات صراحة كان مع بنشرقي سهل على شوية المهمة حتى الجبران جو كان قريب لي ويجي در مبادرات وهذا البادير لأنه تيرى وخاء كان بعض الحراس لهم أقلال يقدرون أنهم يأتيبون بأنه تقدر تقولوا بهم ويجي دو مقبل ولكن كان الحراس تجبه له بأنه قرابة من خارجة لأنه تجبه خارجة وضربت في الفوق دياله وتخشات يعني صعيبة بزاف فهي نقدر نقوله بأن هنا بها ديك القطفة بهدك الهدف دياله هو اللي خلال المنتخف الأقل باش أنه يحاول كترب لأنه ما كانش نهائي انتهي تقلب أنه مغيس الشل هو إلا دار تعادر هذا كتير تعتبر خوز بالنسبة لي واحد من نقطة جعفا نتجاوه مع الإخوان من فعلا بس طبعا تحالي لك المترجات كترب رحنا قدنا دي اللاعب تواصولي الأخ السيمو كافيتي يقول لك يعني ملاحظة على اللاعب سعدان أولا هو ماشي مدافع أو سط لا يمكن أن تحكم عليه في هذه المباراة لأن الخصم ليس قوي يجيلي 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 تكشف قوة الدفاع لا هذه أنا متفق معك ولكن ما ننسى سعدانا لا أول مرة سعدانا 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 السيمو بأنه بالفعل على سعدانا سعدانا بأنه بأنه أصدر أكمل وبالنسبة لكي أن تفعل معك بالنسبة السيمو الذي تدخل هو الكلام صحيح بالمقارنة والخصم الذي نلعبنا ضده ولكن ونتفق مع أنه لا يمكن أن تكون بإنه ولكن أنه صالح لك فقط البوستول ومصالح لهوشي إلا كان واحد تغط منتخب لهو أقوى ممكن أنه يقدر أخطاء من شأنه تشكل خطور على مرمى المغربي هو اللعب لتشاهده كيف يفعل الريسيبسون والطاكل وكيف يحيد كرة تتلقى بأن كرة لا تتباعدش عليه تتلقى بأنه في الديول تتلقى بأنه يكون مثلاً شي باس بروفوندور مثلاً الديفونسور تتلقى بأنه تتلقى بأنه يدخل بأن الخطور وتبدأ بالرد بالرد حتى تتلقى بأنه يكون يقول لنا سيلة يقدم الإضافة وإلى مكان كنا نحتاجه مثلا في المليو الدراعي لأن هذه البطولة ممكن أن توقع عدة أمور كنا تتمنوا السلامة الجسدية الجميع اللاعبي دي المنتخب أن الله يبعد عليهم الباس والشر و لكن ممكن تكون بعض الأمور اللي يقدر أنه يطلعوا و لكن كنا بيسوا كنا أشرف داريته و رات يدخل راته و غذيق لكن اللاعبين الذين هم جمعوا محاوطوا هو الأفضل المصدرحوا الحمد لله أنه يمكن أن تكونوا بسبب اللاعبين أجعف الله هذا من الشتكرياليس دي اللي روح في الصندقيني